احتفلت محافظة شمال سيناء بذكرى الأربعين لتحرير سيناء وشهدت المحافظة مشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في الاحتفالات ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكري لقبر الجندي المجهول وسط أجواء من البهجة والفخر احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء بدأت الاحتفالات بوضع المحافظ إكليل من الزهور على النصب التذكري لقبر الجند المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وبعصف الموسيقات العسكرية وإلقاء تحية الشهداء الذين ضحوا بدمائهم للحفاظ على أرض الفيروز وتقديرا لدور القوات المسلحة في استردادها ليظل الخامس والعشرين من أبريل كل عام عيد النصري والكرامة أهم عيد ممكن إحنا بنحضره في محافظة شمال سيناء وبمر على أهالي سيناء لأنه ده يمثل لنا هو تاريخ المجد اللحمة بين قبائل سيناء وقوات المسلحة لعبور وانتصارات وجلاء الكيان الصهيوني على الأرض اليوم ده بالنسبة لنا هو يوم عزة ويوم كرامة يمكن إحنا الجيش الوحيد في العالم اللي بتلاقيه بيحارب الإرهاب وبيعمل تنمية هو جيش مصر لو إحنا رحنا المناطق في الشيخ زويد ورفح والمناطق التنمية بنشوف إزاي إحنا التنمية بتمشي قدما على قدم مع العرب على الإرهاب الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء تأتي وسط اهتمام القيادة السياسية بالتنمية على أرض سيناء والتي جاءت بوضع حجر أساس إسكان الريس الجديد لإنشاء ست عمارات بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بالإضافة لافتتاح مجمع الصناعات الحرافية بالمساعيد لإنشاء 48 ورشة حرافية بتكلفة بلغت ما يقرب من 50 مليون جنيه لتوفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتشجيع أصحاب الحرف الصناعية للعمل بهذه المصانع وانتهت افتتاحات اليوم بمخزن الأدوية الإقليمية على مساحة 1500 متر مربع لتوفير الأدوية بصفة مستمرة بنستهدف إن إحنا نبني 12 عمارة في هذه المنطقة إحنا البداية 3 عمارات مرحلة أولى والمرحلة الثانية 3 عمارات زي يوم يعني بنتكلم في حوالي 6 عمارات العمارة فيها 20 شقة يعني بنقول 120 شقة في المرحلة الأولى النهاردة إحنا بنفتتح المنطقة الصناعية اللي هي جنوب مدينة العريش ودي عبارة عن مدينة حرفية على مسطح 200 بتاعتها كيلو في كيلو يعني 4 كيلو المساحة بتاعتها أيضاً فيها بنفتتح النهاردة 48 ورشة حرفية بأنشطة مختلفة كان التوجه في هذا الاتجاه إن احنا نعمل هذا المخزن الإقليمي للدوة في محافظة شمال سيناء المخزن على مساحة 1500 متر 50 في 30 المسطح اللي بين قدامنا اللي فيه الأدوية حوالي 1200 متر كمية الأدوية اللي موجودة عندنا بتكفي تقريباً من 3 إلى 16 40 عاماً تحولت فيها سيناء من انتظار حققه رجال القوات المصلحة لازدهار ملموس نحتفل به كل عام من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة بالقناة